نسيب الكاراتي ونروح للسباحة ونجمنا أو النشئنا أو أطفالنا لسه بياخدوا النجمة الأولى والنجمة التانية النادي الأهلي بيكرمهم لما النادي الأهلي يكرمهم بوجود أعضاء مجلس الإدارة ده شيء مهم جدا في حياة الرياضي أكيد دي حاجة كويسة جدا 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 اللعيب بيحس بالاهتمام من مجلس إدارة النادي الأهلي ده شيء مهم جدا التكريم ده كان لموليد 2010 حصلوا على النجبتين الأولى والتانية وديه كمان هيتأهلوا يبتدي يتأهلوا ليه بطولة الجمهورية حضر المراسب التكريم الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وكابتن خالد درندالي أمين السندوق والأستاذ خالد مرسي مدير مقار الجزيرة والكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي التكريم كان 150 سباح ما شاء الله سباح وسباح حقاهم النجبتين ومنحناهم وكمان النادي الأهلي منحهم شهادة تقدير صدقوني شهادة التقدير دي ممكن تهي اللي تخلق البطل إن هو الولد الصغير يحطها في قطه وهو بينام وبيسحى ويلاقي إن كبار النادي كرموه صدقوني ده شعور كويس جدا للعيب وبيدي له حافظ ودافع المئة وخمسين دول مش أقولك المئة وخمسين هطلعوا أبطال يا رب يطلعوا أبطال بس أكيد هيصفوا منهم ناس وأكيد هيكون عندنا كثيرا من الأبطال في المرحلة اللي جاي الأهلي كان من 3-4 طيام كان كسب بطولة الدرع العام للسباحة خلحنا التقرير مع كابتن رقوفة عبدالقادر مدير النشاط الرياضي وكابتن محمد فاضل نائب نائب مدير جهاز ألعاب الماء وترجعونا مرة تانية من انتاز الفرصة عشان نهني جهاز السباحة النهاردة بالذات بطولة الجمهورية اللي بتقام 12 مرحلة فوز بـ 12 مرحلة حتى الآن يعني مقفلين التابلو كله من أول إلى الأخرو ودي طبعا نتيجة جيدة بتبدأ من هنا يعني اللي احنا شايفينه النهاردة دي ده التفريخ اللي بيبتدي على مدار السنين سنة بعد سنة بعد سنة بنحافظ على الإنجازات يعني السباحة في مصر يعني بتاع النهار الأهلي على مر الأجيال يعني ساعة ما تخدت النادي الأهلي أنا أكتر من 50 سنة لغاية يومنا هذا أعتقد الرياضة تمالي بتبقى من النادي الأهلي وبقول تمالي التفريخ بيبتدي من حمام السباحة ده بتاع النادي الأهلي اللي بنقول يا رب على طول يعني تستمر هذه الإنجازات يعني هون بيبتدي أول حاجة من ناحية التنظيمية الإدارية والفنية يعني اختيار القائمين على العمل ده نمرة واحد نمرة اثنين البنية التحتية اللي هي بتتمثل حمام السباحة بدرجة معينة للتسخين بدرجة من التطهير معينة للأحبال الموجودة لكل حاجة لتنظيم الأوقات الموجودة فأعتقد الحمد لله يعني أي حد بييجي النادي الأهلي بيخش حمام السباحة سواء الفرق الزائرة أو أي حاجة بيأسني على البنية التحتية اللي موجودة اللي هي تقدر تمنى عليها وتأمل نتائج بإذن الله دعم المجلس المجلس الإدارة برئاسة كابتن محمود الخطيب ونائبه كابتن وزير العمري فاروق ده طبعا بيجينا دعم جامد جدا حضور الأستاذ خالد درندالي أمين الصندوق وبقي أعضاء المجلس كابتن كابتن خالد مرتاجي وجميع أعضاء مجلس دارة أنا مش عايز أخص واحد واحد بالإسم بس طبعا كلهم بلاستسنة بيقدموا دعم يعني غير مسبوك للجهاز الإلعاب الماء كل العقبات بتتزلل واحنا في المقابل الحمد لله يعني رفعين رأسهم ورفعين رأس النادي من نتائج لإنجازات لمستوى مميز الفترة اللي فاكت احنا نرسل الحمد لله بطولة جمهورية خلصانة وقدرنا نكسب يعني فوق الـ 80% من الكقوص اللي كانت مقدمة في البطولة من الكقوص المراحل السنية لكأس الدرع العام لنشئين ودرع العام للنشئات الدرع العام للرجال الدرع العام للسيدات والدرع العام للبطولة بالكامل اللي احنا يعني الحمد لله استحوزنا على جميع الكقوص في البطولة اللي فاتت وده مش غريب على النادي ده ده الطبيعي بتاعنا وده اللي احنا دايما بنسعاله ودايما بنشتغله ودايما انا ما عندناش حاجة تانية غير ان احنا لازم نكون الاول وما عندناش مركز تاني نقدر نتكلم عليه اكيد الفترة اللي جاية ديت يعني بص انك توصل ان انت تكسب ده يعني ممكن الجزء السهل في الموضوع لكن ان انت تحافظ على المكسب والاستمرية وتفضل دايما في الريادة هو ده الجزء الصعب وطبعا انا يعني هكتبس من كلام كابتن عمود الخطيب بيبو يعني الحتة ده هيت ان احنا اللي فات تاريخ اللي جاي هيبقى ان شاء الله مستقبل ومستقبل مشرف ومستقبل مبهر لابناء النادي اشتركوا في القناة